السلام عليكم يا اغلى و احلى المتتبعات كنتمنى تكونوا بالف خير كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو تكونوا في احسن حال و مرحبا بكم معايا في فيديو جديد و اليوم ان شاء الله سنشارك معكم حيال و افكار لتنظيم المطبخ و حسن المنزل يعني بواحد الافكار اللي زوينين و كنتمنى ينالوا اعجابكم و كنتمنى تستافدوا و نستافدوا جميعا من هات الافكار و هات الحيال اللي كنشارك معكم و ما تنسوش ان يكن تولي اول مرة كتزوروا القناة تشتركوا و ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد و قناتي و قناتكم هي قناة متنوعة كل ما يخص المرأة و كل ما هو جميل غدي تلقاوه و مفيد يعني غدي تلقاوه في هات القناة ان شاء الله و هاد المقالة هاد المنزل عندها خمسة العيون يعني خمسة البلايس اللي طيبوا فيهم كيف كتلاحظوا يعني عملية و زوينة في نفس الوقت كنستغلوا منها يعني شحال من حاجة فبلاس ما نقوم نديرو شحال من مقلعه و شحال من فرنه انا غدي نشعلو فكنشعلو غر واحد وكنستغلو المساحة وكنستغلو كادلك ان انا ما كنمقاوش كنستفدو حسب ان انا ما كنمقاوش نغسلو يعني كترة الاواني يعني مقلعه وحده فيها كل شي كيف كتلاحظو معايا يعني صار حشكلها جميل وحتى غدي تنفعنا في بزف دي الحويش حال حاكا للقيتوها البنات شريوها لغد نفعكم بزف وحتى انا ان شاء الله للقيتها غدي نشريها يعني كنتستفدو في حلاكا وكن ناخدو افكار وكن عارفو كل حاجة لشك تصلاح وهاد المنظم دي الدلاجة لشكل دياله شميل ومتغيرين على المنظمات الغرين يعني العاديين فهدا كيف كتلاحظو يعني فيه العبار يعني اللي بغيتو انكبروه او تصغروه بل حسب الحجم اللي بغيتو كيف كتلاحظو ممكن انكم تكبروه او تصغروه وتستغلوه لشحل من حاجة والحجم دياله صغير ومتغير على المنظم العادي ودائما من اللي كنبغيو نغسلوش حل من حاجة وبالخصوص القاطعني اللي كيكون الحجم ديالهم صغير انا كي تكفح لنا كل شي كل قو صعوبة في الغسل ديالها يعني اصعب شي ومن حويش لي كيكونوا صغار بزيف ولكن بهذا المنظم هادا اللي كيبغيو نشكل دياله زبينه في نفس الوقت عاملي هنستفدو من النوع يعني فحلها كافي فحل شكل شبكة مالفوق كيف كتلاحظو فاي حاجة غسلناها فقط بقى الفوق والما اللي بغينا نكفحوه فكن نكفحو هاد شكل هادا من تحت وكي نحزو هاد شكل البنات على شكل بحل شكل بانيو في نفس الوقت فيه شبكة من جنب فانانيت عندي صراحة حتى هو زوين كنغسل فيش حل من حاجة وفي نفس الوقت فيه بحل شكل شبكة يعني بحل شكل صفاي من جنب وبالنسبة هاد المنظمات اللي وردكم اللي كنغسلو فيهم القاطعني فراح متواجدين في بيم انا نتكون تختيت يعني هادا اللي كدليكم على شكل بانيو في نفس الوقت فيه شبكة بحل هاكا من جنب فكن نغسل فيش حل من حاجة زوين زوين بززاف وعمالي فانا يعني ملني شريته وخدمت بيه ودك شي عجبني وصار حاني الماركة دياله وماركة اللي زوينا ما غديش تندمو عليه وهنا البنات في هاد البلقر هادا اللي عبارة على طبقات كيف كتلاحظو يعني كيفاش مناط ما كل حاجة في المكان ديالها فتنضي ما لبناتش حاجة اللي زوينا صراحة يعني كنحاولو في حال هاكا ننفيدوكم وناخدو حزحنا يعني كنستافدو في حال هاكا يعني نستافدو جميع وهاد اشكال ديال هاد ديال ديقورات اللي عجبوني يعني هاد مرايها ديال تلاتة في واحد اشكال ديالها جميل وبغيت نشاركها معاكم في حال هاكا مليكها بطلين الاسبال وكي تتخنق فكناخدو قرعا يعني وكننقطعوها على الحجم ديالها سوف كنديرو فيها توقف حال هاكا وكنخليو الاغلاقة حتى هي كنديرو فيها توقف في حال شكل صفاي وكنضون خويو اي حاجة وجميع الاسبال كيبقوا فيها وبالنسبة منلي كتخنق لنا القرقراء عزكم الله فكناخدو بيكاربون لتصوطة كيف كتلاحظو كناخدو واحد الكاز ديال ما يكون دافي شوية سوف كنديرو بهذا الشكل هادا ونضيفو حتى شبية من الخل ونضيفو محدنا كنضيفو في هاد المهادا وكيف كتلاحظو كتلاحظو كتلاح بحال شكل فوقاعات يعني ديال هاد بيكاربونات بحالة كي بدي تصرح وهالناتجة البنات كيتصرح بكل سهولة فدائما نديروها بهذا الشكل هادا رخ غيتصرح ليكم بكل سهولة وما كيبقاش مخلوق وبالنسبة للناس اللي كيكون عندهم الشرجم يعني حتى حتى لفابو بهذا الشكل فكلقوا دائما مشكل كيفاش يحلوا يعني الشرجم فبهذا السنبور هادا اللي كي تواف غادي تحلوا هاد المشكل واللي كيكون عندهم مشكل في حال هاكا يعني الزج لكن انفاس معاكم شي ناس في حال هاكا لابغيتوا تطرقوا عليهم احد الزج اه كانعيوه في حال هاكا من كترة المسيح فهدي كفكرة نديرو هاد الورق لاصيق اللي كيكون شكل دياله جميل في نفس الوقت كيهنينا مش حل من حاجة وبغيت نشارك معاكم هاد ديكورات وهاد السجر هادا اللي كيبان شكل دياله جميل يعني كيفاش متنسق الالوان وكيفاش اه اعطاو حتى المنضغ اللي زوين كنتمنى يعجبكم حسنتو ما ولكن تولي اول مرة كتزوروا القناة ما تنسوش تنطمو العائلة وتشتركوا اضغطوا على زل الجرس باش يوصلكم كل جديد وقناتي وقناتكم هي قناة متنوعة كل ما يخص المرأة اه فكنتمنى تعجبكم اه يحجبكم المحتوى ديالقنات لانه كل ما حاجة مفيدة غادي تلقوها ان شاء الله فهاد القناة وما تحرمونيش ما اللايك وتعليقكم الرائع والمحفز اللي كنتظروا دائما ونخليكم حتى تسليوا الفيديو وفرجة ممتعة الى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة